في ظل التراجع القياسي لأسعار النفط التي هاوت دون 30 دولار في سابقة لم تعرفها أسواق الذهب الأسود منذ 18 عاما متأثرة بانتشار فيروس كورونا من جهة وفشل أوبيك وحلفائها من المنتجين في الوصول لاتفاق جديد لخفض الإنتاج من جهة أخرى البترول فيه من يقول المختصين يقولوا أنه سينزل حتى 30 29 لكن ما ينزلش مع أقل من 30 ولكن لا يقفزوا نظرا للركود العالمي ما يقفزش فوق 50 فإذا نمشي في هذا الفرشات أنه البترول لا يزيد عن 35 أقصى حد معدلا وأن الموارد الغير البترولية لا تزيد الظروف الحالية المحيطة بالسوق النفطية ستكون لها تدعيات مباشرة على الاقتصاد الوطني على خلفية تهوي سعر النفط دون السعر المرجعي المعتمد في قانون المالية والمقدر بـ 50 دولار تطورات تضع الجزائر أمام معادلة صعبة المداخل لتعال البترول كأنها قسمت على أثنين ديفيزي بار دو لأننا في حدود ثلاثين ثلاثين وثلاثين والمداخل لتعال الضرائب العادية ستنزل لأن الإنتاج روي ينقص الآن رأنا في حجر كلنا في حجر كلنا عندما الإنتاج ينقص الضرائب تنقص فإذن الموارد على السنة هذه على ستة شهر القادمة لأن كل المعطيات تقول أننا سنعيشوا هكذا حتى الشهر أكتوبر كنا منتظرين على أساس خمسين أو خمسة وخمسين أو حتى ستين مليار كنا منتظرين عوائد عوائد بالعملة الصعبة وعوائد بالذرائب هذه المعطيات تغيرت خمسون وثلاثون دولار قيمة خسارة برميل النفط منذ مطلع العام الجاري ولأن السوق النفطي سوق مفتوح أمام كل الاحتمالات ستجد الحكومة نفسها أمام الزامية إيجاد حلول مستعجلة في حال استمرار الوضع كما هو مع انتشار فيروس كورونا اشتركوا في القناة